اوكي تمام يلا يا شباب انا نكرأ السؤال مرة اخرى عشان اللي بيرجع عندما غادر الخفاش لكورة كهفه كانت الساعة الرقمية على جدار الكهف تعرض الوقت عشرين وعشرين دقيقة اللي هو بتوقيت الاربعة وعشرين ساعة ثمانية مساء ثمانية وعشرين دجيجة مساء العشاء وعندما عاد للكهف وتعلق بقدماه في صقف الكهف وتدل رأسه لأسف نظر الى الساعة الرقمية فشاهد الوقت هذا الوقت مرة اخرى كم الوقت الذي قضاه خارج الكهف احنا جلنا يا شباب ان مفتاح الاجابة ان هو تعلق بقدماه في صقف الكهف وتدل رأسه لأسفل يعني رح يناظر هذه الساعة بالمجلوب بالمجلوب لو انت جلبتها يا بطل هتصير الساعة كم خمسة وخمسة دجاج بالليل خمسة دجاج بالليل الله ماشي اللي هي الفجر اللي هي الفجر الفجر يستطيع آه تمام كم الوقت الذي قضاه خارج الكهف يبقى جلس كم يا شباب في الخارج هو خرج الساعة ثمانية وعشرين دجاج ورجع خمسة وخمس دقائق يعني وقت طويل كم وقت يا شباب سابعة وخمسة جاي بيستاذ تعالوا نشوف الاجابات انت عندك من الساعة شريك طيب تعالوا نحسبها يا شباب الساعة من الثاعة ثمانية من الثاعة ثمانية في الليل ثمانية وثلسة جعل ثلاث ساعات وربع كيف ثلاث ساعات وربع تعالوا نشوف احنا اتفاجنا يا ابطال هذا التوقيت كم بالمجلوب خمسة خمسة وخمس دقائق بالفجر أوكي تعالوا نحسب الاحين طيب تعالوا نحسب حزبة بسيطة تعالوا نحسب لا لا تنجد ثمانية نعم نعم اتفضل دقائق الخمسة آه هذي يا شباب احسبها لو عاوزت احسبها حزبة بسيطة احسبها بالعدد تصاعدي كيف بالعدد تصاعدي يعني ابدأ من الساعة ثمانية وثلث لغاية تسعة والثلث لغاية تسعة وعشرين ديجيجا يعني ادي كده ساعة بعد كده عشرة وعشرين كده الساعة الثانية هداشر وعشرين الثالثة اتناشر وعشرين والربعة واحدة وعشرين الخمسة اتنين وعشرين السادسة سلاسة وعشرين السبعة ها اربعة وعشرين الثمنة ها ومعايا خمسة واربعين ديجيجا يعني الساعة ثمانية وخمسة واربعين تعال نشوف هل احنا كده عدينا صح والله خطأ صح احنا استاذ احنا عدينا ثمان ساعات صح ام اه ما موجود بالخيارات استاذ الله عليك طيب يبقى احنا الوقتي عندنا في شيء خطأ احنا هنا لو جلبنا دي يا شباب راح تكون كم هذه الساعات هذه بتكون هي الساعات خمسة خمسة ها دي خمسة ولا اثنين خمسة هذه لو لو جلبت هتصير كام خمسة لا هذه لو جلبت بالمجلوب هي هنا انت حتى لو نظرتها كده لو جلبتها هذه بيكون وجهة هنا بتصير كام خمسة ولا اثنين اثنين يستاذ اثنين يبقى اثنين ودجيكتين اللي هي كام بقى يا شباب ها 28 ها لا ها ها نعدها تاني من هي عداها يا شباب اه يعني نعدها من الساعة اه ثمانية وعشرين دقائق ايلا ساعة خمسة وخمسة دقائق ايوا لا مش خمسة احنا اتفاقنا دي كام اثنين صح ولا خطأ لو انت جلبتها يا بطل دي بتصير كام دي بتصير اثنين اثنين طيب احسب من ثمانية مساء لغاية اثنين صباحا كام ست ساعات ماشي اوكي ست ساعات وبعد كده نشيل هذه الكسور هذا عندك عشرين دقائق ها يبقى كده يبقى كده خمس ساعات واربعين دقائق وبعد كده هنا في اثنين دي جيكتين يبقى خمس ساعات واثنين واربعين دقائق صح كده ولا خطأ صحيح تعالى في اجابة كده ايه حرف ايه 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 حلص تمام كده يا شباب ضيب انا عاوز اسأل سؤال السؤال ده يا شباب سهل ولا صعب سهل اه طيب لو انت اترك اللي احنا عملناه خمسة وخمس دجائق لان احنا عادي جربنا فيها مرة وما سلحة معان لكن انا عندي مفتاح الاجابة اللي هو تعلق بقدمه في سكف الكهف ممكن واحد لو شافه يقولك عشرين وعشرين وهنا عشرين وعشرين يعني ما خرج ما خرج او ممكن يقولك لو مثلا فيه واحد جالس وما انتبه يقولك هذا الخفاش خرج من كهفه وقضى يوم كامل في الخارج اربعة وعشرين ساعة لكن هو هنا قالك اجلب بقدمه بقدمه تعلقه بقدمه في سكف الكه هزي بتصير خمسة وديجيكتين بتصير كم يا شباب ها خمسة وديجيكتين وديجيكتين خلاص طب ليه يا شباب ليه يا شباب انا سمعت الكلام وقلت هزي اتنين وديجيكتين ليه احنا في الاول يا شباب حسبنا حسبنا اللي هي خمسة وخمس دجائج دي بتعلمك شيء جميل جدا في الرياضيات لو جايلك مسائل في الرياضيات او في الكنجارو او اي سؤال لازم تناظر الاجابات وتشوف هل اجابتك متواجدة هنا ولا لا احنا حسبناها طلعت 8 ساعات هل فينا 8 ساعات يا ابطال لا لا يبقى انت برضو ما توجب بقى وتقول لا انا حليت صح وانا متأكد من اجابتي لا اكيد الاختيارات هذه صحيحة ولابد يكون اجابتك واحدة من هذه طيب ننتقل للسؤال اللي بعد كده يا شباب ليه يلا يلا تعالوا بقى السؤال ده بقى يعني ايه هنشوف مين فيكم يجاوب بسرعة تقابل الاخوان هابيل وقابيل هابيل دائما يقول الصدق بينما قابيل يكذب دائما ركز هابيل يقول الصدق دائما عمره ما يكذب لكن قابيل دائما يكذب عند لقائهما قال كل من هما نفس العبارة بالضبط فماذا يمكن ان تكون هذه العبارة ركز كده سؤال لازم نشوف الخيارات والشيء الله عليك الله ده اول شيء ها انا اقول الحقيقة يصلع الاتنين يقولوا ده ولا لا 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 طيب انت قلته لا انت قلته لا تعال نشوف الخيار الثاني انت تقول الحقيقة لو قابل لو قابل قال لاخوه انت تقول الحقيقة اخو كذاب يبقى كده قابل كذاب هو كمان صح ولا خطأ طيب طيب الاختيار سي كلانا يقول الحقيقة يصلح الاتنين يقولوا كده غلط 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 لان فيهم واحد صادق وواحد كاذب ما يصلح نقول عليهم الاتنين حكم واحد طيب طيب الاختيار دي انا دائما اكذب ما يصير ما يصير لان هابل دائما يقول الصد ما يصير الله عليه طيب يصلح الاتنين يقولوا احدانا فقط يقول الحقيقة ايه ايه طيب قابل قابل اللي هو الصادق هيقول احدنا فقط يقول الحقيقة هو صادق فعلا طيب هابل لو انت هيقولك لا احنا الاتنين نقول الحقيقة او يقولك انا بس اللي أقول الحقيقة يبقى تصلح هذه الجملة للاتنين لا لا هنرجع تاني للاختيار الف انا اقول الحقيقة هل قابل الصادق يقول كده اه اه قابل الصادق هيقول انا اقول الحقيقة وهو صادق فعلا لانه هيقولي الحقيقة الاخر الكذاب الكذاب هيقولك انا كذاب ولا يقولك انا اقول الحقيقة يبقى الاختيار ايه هو اللي صحيح ايه ايه الاخيرة ايه الاولى يبقى قابل الصادق حيقول انا اقول الحقيقة او اوخر كلمة الحقيقة دي وخلاها الصدق حيقول ايه انا اقول الصدق ماشي انا الرجال ده صادق واحنا نصدق الاخر الكذاب حتقول له انت كذب هيقول لك لا والله انا صادق صح ولا غطأ صح الله عليكم طيب تعالوا ننتقل ابقوا فكروني يا شباب اقول لكم لغز يشبه ده تمام كده لغز يشبه ده وتحلوه انتو طيب تعالوا ننتقل ماشي تعالوا بقى ركز ركز ايه هذا سؤال سهل مرة لدى ريمة عشر مكعبات بيضاء ركز في الاعداد هذا السؤال حلناه من جبل مش نفسه بس يشبه لدى ريمة عشر مكعبات بيضاء وتسع مكعبات رمادية حلوه وثمان مكعبات سوداء يبقى عشر ابيض تسع رمادى ثمانية اسود جميعها بنفس الحجم ماشي قامت بلسق هذه المكعبات لبناء مكعب كبير عاوزة تكون منهم تجمعهم وتعمل مكعب كبير ارجع تاني واجول هم عشرة بيضاء وتسع رمادى وتمانية اسود مين بقى فيهم هذا ها سألن نجمعهم ما قول شي ركز كده تاني هذا السؤال حلنا مثله يشبههم عليكم السلام عليكم السلام تاني يقول لك عندها عشر مكعبات بيضاء وتسع رمادى وتمانية اسود فين موجودين هنا في اي شكل يا شباب عشرة ابيض تسع رمادى تمانية اسود ها موجودين في اي شكل دي تاني تاني عشرة عشرة ابيض وتسع رمادى وتمانية اسود انا نسد المكعب كامل اللي هو كامل كم يساوي دي استاذ دي بي دي 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 طيب دي عندك هو تبعد الاسود ده كده واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة صح كده ولا في تمانية اسود هو انتمانية يبقى دي الله عليك دي ده دي استنى بقى انتظر يا اخ دي ده خلاص ما عدناش من نظر له ولا نفكر فيه ها مين عاوز يقول بقى اي 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 على اي على اي على فكرة اي احنا مش شايفين الاسود بس ممكن يكون في الخلف طيب تعال نعدي يا سيدي اللي ظاهر امامنا الرمادي تسعة رمادي لازم يكون في تسعة هدي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يصلح لا ما يصلح ما يصلح ها خلاص اتوخر بك ما بي 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 تعال نشوف بي واحد اثنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة الله هنا كده في تمانية رماضي تعال نشوف الابيض ك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة عشرة يعني عندي هنا في البي عشرة ابيض وتمانية رماضي يبقى يبقى بي دي صح ولا خطأ اه خطأ صح ولا خطأ صح صح الله عليك الله يبقى الاسود هو اللي في الجهة الخلفية ده مين بقى يا شباب انتوا في صف سادس الصوت يا شباب من اللي عمال يعمل صوت طيب انا سعيدكم في شيء شباب انتوا اخذتوا الحجم حجم ها اخذتوا درس الحجم الحجم لا استاذ ما اخذت انا في خامس ماشي يلا صف سادس اقولكم انا قانون او قاعدة الحجم لو انت عاوز تعرف عدد المكعبات دي يا شباب كلهم كام الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع يعني عددهم كام يا شباب هم كلهم يعني جمعناهم كلهم مش جمعناهم انا عاوزك 18 كيف عرفت عشان انا ضربت اللي هم الطول الطول بل ثلاث الطول ثلاثة والعرض ثلاث يبقى ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة والارتفاع ثلاثة واحد اتنين ثلاثة يبقى ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة كام كام موجود منهم هنا 27 خلي بالك موجود منهم هنا عشرة ابيض وثمانية رمادي يبقى كده كام؟ يبقى باجي كام يا شباب أسود التسعة صح كده ولا التسعة صح كده ولا خطأ الأصدى تمانية قصدي تمانية اللون لونهم إيه؟ أسود صح كده؟ طيب يعني الاختيار بيه صحيح ولا لأ؟ صح ماشي خلاص كده ننتقل للي بعده اي ماشي خمستاش لا دي بقى تعالوا بقى ركزوا في دي بقى السؤال خمستاش على كل شكل من الأشكال التالية رسمة مصار من X لو Y يعني من النقطة X للنقطة Y دايما في الرياضيات يا شباب في اللغة العربية مثلا لو أنت بتدرس الرياضيات يقول لك السين وساط لكن لو بتدرس الرياضيات بالانجليزي ما يقول لك السين وساط يقول لك X و Y النجاة بيسموه X و Y طيب تاني على كل شكل من الأشكال التالية رسمة مصار من النقطة X إلى النقطة Y يعني من المكان ده لغاية المكان ده أي المصارات الآتي أي المصارات هو الأكثر مين الأكثر هنا يا شباب دي سهلة محتاجة لنت تنظر الخط الأسود وتعرف مين القصير أكثر خط هنا اختيار كام يا شباب لا كده 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 لكده أنتو تأخرت سي 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 هو الأكثر صح ولا خطأ صح ايوه هو أكثر خط هنا الاختيار سي خلاص كده يا شباب سهلة يا شباب تعتمش بس على النظر والملاحظة ساعة ننتقل لبعد كده ننتقل يلا ننتقل سؤال ستاشر ركز بقى ركز ركز ماشي طب أنا عاوز أقول لكم ولا خليه دي بعد ستاشر يعيش الكنغر الأب مع أطفاله الثلاثة الكنغر الكبير الأب وله أولاد ثلاثة وهم يحسمون أي قرار يخصهم بالتصويت يعني مثلا عاوزين يطلعوا رحلة ياخدوا أراء بعض عاوزين مثلا يشتروا شيء جديد في البيت يصوتوا يعني التصويت يعني يقول الموافج مثلا أنه روح الدمام يرفع يده والموافج يروح جدة يرفع يده ده اسمه التصويت طي وكل منهم طب مثلا مثلا يا شباب عشان نفهم هذا وكل منهم يحسب له عدد الأصوات بنفس عمره يعني لأن عمر الأب ستة وتلاتين عام يعني الأب لو هما مثلا عندهم اكتراح عاوزين يطلعوا رحلة في ناس بتقول عاوزين نروح رحلة الشرجية وناس تانية تقول عاوزين رحلة أبها طي الحين عايزين يخدم القرار لكن هنا القرار مو يعتمد أنت لو رفعت يدك يبقى أنت كده واحد لا هيقول لك مثلا أنت عندك كم سنة 12 سنة يبقى أنت لو رفعت يدك كده 12 نقطة فهمتوني كده يا شباب تعالوا بقى نكمل المسألة طيب تعالوا نكمل المسألة بقى نشوف الناس دي كانغر رح يعمل هيا بقول لك لأن عمر الأب 36 عام يعني الأب لو رفع يده وجال اختار الاختيار مثلا يروح الدمام لو الأب رفع يده نقول عليه صوت واحد ولا 36 تمام حلو الله عليكم طيب تعالوا نكمل فهمنا كده المسألة تعالوا نكره بعد لأن عمر الأب 36 عام وأعمار الأبناء 13 الولد الكبير أو كانغر الكبير عنده 13 يعني في أول متوسط والثاني عنده 6 يعني مثلا في أول ابتدائي وأربعة في كي جي وان في الروض طيب فإن الأب اسمعوني بقى لو الأب قال لو الأب اختار يروح الدمام والأولاد اختاروا يروحوا أبها من هيكسب الأولاد الأب الأب والله أنتوا كده فهمتوا المسألة تعالوا بقى نشوف المسألة عاملة ازاي نجمع عمارهم وعملهم 33 واب 36 هم الأب الأب دايما هو اللي هيكسب صح كده أو خطأ صح أو هو كتب لك إيه فإن الأب يفوز دائما في أي تصويت طبعا كلما الأب يرفع يده هو معاه أعلى نجاح هكسب وإن حك عليهم طيب تعالوا نشوف بعد كم عام يمكن للأطفال أن يفوزوا بأي تصويت بعد أربعة بعد أربعة 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 عبينتظر بدون ما نشوف الإجابات تعالوا نحسن بعد أربعة سنين الأب هيكون عنده كم أربعين أربعين خليك حافظ أن الأب كده عنده أربعين الولد الكبير هيكون عنده كم سبعتعش سبعتعش خليك حافظ السبعتاش طيب خليك حافظ السبعتاش والولد الأوسط هيكون عنده كم عشر يبقى كده يبقى سبعتاشر وعشرة سبعة وعشرين سبعة وعشرين طي والولد الأخير هيكون عنده كام؟ ثمانية سبعة وعشرين وتمانية خمسة وثلاثين سبعة وثلاثين انتظر يا سبعة وثلاثين يبقى مني يفوز يبقى مني يفوز يبقى مني يفوز يبقى أربع سنين ما تصلح سبعة وثلاثين ستة 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 سنين ها عاوزيننا نحسب على الستة ولا السبعة ستة ستة طيب أنا هحسب بسرعة الأب بعد ستة سنين هيكون عنده اثنين واربعين سنة خليك حافظ الاثنين واربعين تمام كده؟ الأبناء الولد الكبير هيبقى عنده تسعتاشر والولد الآخر هيبقى عنده اثناشر اثناشر وتسعتاشر واحد وثلاثين واحد وثلاثين والولد ده هيبقى عنده عشرة يبقى كده واحد واربعين تصلح الستة؟ لا سبعة واحنا مستريحين الله عليك سبعة تعالوا نشوف السبعة نجرب السبعة ستة وتلاتين زائد سبعة اثنين تلاتة واربعين لا تلاتة واربعين تمام كده؟ تلاتة واربعين كده عرفنا الاب بثلاثة واربعين تعالوا نوح للولد ده تلاتتاشر يبقى كده عشرين وده هيبقى ستة زائد سبعة تلاتتاشر يبقى كده معايا ثلاثة وثلاثين والودة معاه حداشر يبقى أربعة واربعين يكسبوا الاب ولا ما يكسبوه؟ يكسبوه يكسبوه يبقى الاختيار هنا يا شباب اي اختيار صحيح؟ سبعة ثلاثة الوسيء تمام كده يا شباب؟ تمام تعالوا نروح للسؤال سبعتاشر اه ركز بقى ده تعتمد على الترتيز لدى طارق قطعتان قطعتان يعني ايه متطابقتان يا شباب؟ مثل بعض مثل بعض مثل بعض ده في الشكل في الشكل والمجاس وكل شيء طيب من السلك هذا السلك من السلك على هذا الشكل اي الخيارات التالية يستحيل ركز بقولك يستحيل تكوينه بالقطعتين يعني هيجيب لك إجابات كلها صحيحة ووحدة بس خطأ طب من فهم السؤال يفهمنا يا شباب؟ أنا شباب أنا لا لا ما كان العراج ما كان العراج قول يا مالك شباب انا الحين عندها جبعتين متشابهة اه ويكيبها بقى ايوه وشبه الشكل اللي يشير صحيح طيب تعالوا نشوف بقى والخيارات تصير خاطئة الله عليك احنا هندور على الخاطئة تعالوا نناقش الاختيارات ركز كده بقى في شكل السلك عامل ازاي؟ اهو شايف عامل ازاي؟ كده 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 تعالوا نشوف بص انت هتركب واحدة معاها هتركب واحدة معاها وتسواء بقى مجلوبة مدورها يعكسها ام حاجة هتركبهم مع بعض ممكن تبدأ تركب من هنا وممكن تبدأ تركب من هنا صح كده ولا خطأ؟ صح انا ساعدتكم ايه تعالوا نشوف الاختيار الف او ايه يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح 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 ده بواحد يركب من عند ده باسمعني بقى السؤال ايه؟ هو بدأ يركبهم من عند اليمين ولا من عند اليسار؟ من عند اليسار من عند اليسار من عند اليسار من هنا من هنا هو ام مركب التانية هنا كده اهي هي الاولى هي شباب انظر كده الاولى هنا 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 وانتهت هنا وام جاب التانية مجلوبة وام مركبها هنا يبقى ايه دي صح؟ نشوف صح استاذ ايه ايه ها بي غلط بي غلط بي صح استاذ غلط غلط ده بانا حاوز بس هسأل واحد هسأل واحد من الي قال بي صح؟ استاذ انا استاذ صح اتفضل ده ماشي كيف ركبها يا بطل هي اجابة صحيحة ها يالله خد راحتك بقى وانت اجابتك صحيحة استاذ انا اجابتك صحيحة اه ازاي ها جلبهم وام ركبهم صح كده ولا خطأ جلبهم استاذ وما عاود ركبهم الله عليك جلبهم هيا يا شباب دي لفاة كده لفاة كده اليمين هتبقى دي فوج ودي تحت اه الله عليك اه صح كده ولا خطأ طيب بيبقى بي دي صحيح سي سي صح ها دي صحيحة صح دي صحيحة دي صحيحة جلبهم ضد بعض جلبهم ضد بعض فاركبهم طيب دي غلط استاذ تعال نشوف دي دي غلط ماذا بس كده ليه بس كده ليه بس كده دي خطأ ايه كيف استاذ دي صحيحة صحيحة استاذ لا دي صح استاذ 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 اللي ركبها استاذ استاذ اللي ركبها وحدها مجلوبة وحدها عادية يا فنان ممتاز الله عليك طيب ايه انا ما عليك يا استاذ ما ركب تحب ماشا خطأ ماشا ايه خطأ اكيد احنا نقشنا الاربع صح يبقى الايه خطأ لان ما يصلح هذا هو كده هذا الاثنين ما يصلح يجو وراء بعض صح ولا خطأ ابدا طيب يبقى ايه هي الخطأ ننتقل نعم الله عليك ماشا تعالنا ننتقل للسؤال الرقم كام يا شباب 18 18 كل اسئلة يا شباب انا بجيب لكم كل حصة الاسئلة اللي هي من نفس نمط التفكير كل اسئلة اليوم بتعتمر على قوة النظر والتركيب تمام كده يا شباب طيب تعالوا نشوف السؤال 18 تثبت هند الملصقات الستة التالية ركز هذا الشكل الاول ايش هذا فار 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 لا بقى ما احنا اسمع ما احنا لو معرفناش نفرق بين الفار والارنب نطلع من كانجر وخالص دي فار ولا ارنب ولا جمال فار فار يا عام فيه ارنب يبقى ليه ذلك ده فيه ارنب ليه ذلك ده قابل ممكن طيب واذا فيه واذا بطة واذا ادعصوكا او الخنفساء واذا كلمة واذا ذباب طيب تعالوا بقى نشوف السؤال على اوجه المكعب ماشي هي بتثبتهم على اوجه المكعب طيب سؤال انا هسأل بالسؤال يا شباب المكعب له كم وجه يا شباب ستة الله عليك الله عليك ستة وهزي ستة رسمات طيب طيب تعالوا نشوف بقى طيب ركز الله ستة الدرس اللي بحاجة المكعب طب تعالوا نشوف بقى اذا كان الشكل ادنى انتظر لا اركز بس انت انت لسه مركزتش اذا كان الشكل ادنى يعني الشكل اللي تحت ده يظهر المكعب هو نفس المكعب يا بطل لكن هو هنا بجلبهولك عشان تشوف الاوجه فيمتني كده ولا لا ايه انا بقولك ايه حصلت عليه من زاويتين مختلفتين يعني هو نفس المكعب هو نفس المكعب بس بيلفهولك عشان تناظر الاوجه طيب ما الملصق يا شباب الغرفة اللي انت جالس فيها ممكن تكون ايه مكعب لو هي كبرى بعضها صحة ولا خطأ صحة او متوازي مستطيلات او متوازي مستطيلات بس خليها مكعب خلي الغرفة اللي انت جالس فيها مكعب لها ستة اوجه اللي هي اربع حوائط والصقف والارضية يبقى كده ستة سؤال ما الملصق الموجود على الوجه المقابل لملصق الفقر فين الفقر استنى بقى يا ياخ استنى أدلف هه الفقر 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 عاوز اللي أصد الفقر طيب الدباة استنى الفقر أصد الفقر لا ياساب الضبان، الدبان الضبان الدبان لصد الفقر الفقر الستة الاقرام ماشي هنشوف هاو هنشوف هاو انتظر بقى نطمقش الناس اللي قالت الفيل اللي قالت الفيل انظر لهذا يا اخي انتظر هذا المكعب يا شباب هذا المكعب هذا المكعب مين شاطر فيكم يقول لي الوجه اللي هنا كده اللي هذا اللي احنا ما ننظره الله عليه عليه البطة الله عليه البطة 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 انتظر بس البطة طيب البطة هنا ده البطة طيب وهنا يا شباب باجي عندي الفيل 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 والفقر طيب طيب يبقى كده ده الفقر من اللي تحت بقى الفقر ركز ركز ايه 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 الزبانة ايه الزبانة 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 ايه في حاجة انت ما لاحظتها لا الوجه اللي تحت ايوة صح لا لا اخترت واحد وحنقشb انا اخترت واحد وحنقشb ولا اخترت واحد وحنقشb من اللي قال تحت بطлон من اللي قال تحت بطا الا طلع. أوليا حمداد طيب كيف عرفت ان اللي تحت بطط مع انك مش مناص، عسوق كانت على وجه اللي تحت الله الله انت ولد فنان انت ولد فناء ممتاز يا شباب احنا قلنا اسئلة اليوم كلها بتعتمد على تركيز النظر اه والملاحظة هزا المكعب لفه ولا جلبه جلبه اه انظر كده انظر كده هزي الخنفساء او اسمها الضعصوقة دي هنا واجهها نظر كده هنا جلبها لتحت ركز كل حساباتك تلعت خاطئة ما يصلح تقول اللي هنا بطة ابدا اللي هنا ايه يا شباب ها من الشاطر بقى يقول لي هنا ايه شايف هقولك كلمة بقى واحنا كلنا مع بعض يعني شباب اسمع بس اسمع اسمع بس انت عايف انا عرفتها من اين انا مثلا اهو مدرسك عرفتها كيف هنا رأس الضعصوقة وهنا اخر الضعصوقة صح ولا خطأ طبعا كده انتم فهمتوه هنا رأس الضعصوقة وهنا مؤخرة الضعصوقة مؤخرة الضعصوقة جاي معها ايه الفار يبقى 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 مؤخرة الضعصوقة هنا معها ايه فار يبقى لو الفار هنا يبقى قصدوا ايه يا شباب ويف قصدوا ايه كه ها كلب 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 صح كده فهمتوه لا لا تحت المكعب المكعب اللي صار الوجه اللي تحت كلب كلب ايه والوجه اللي تحت كلب صح يا شباب هل في اختيار اصلا بيقول ان فينا كلب اه اللي هي الاختيار ايه يا شباب دي اللي هي الاختيار ايه يا حبيبي دي الكلب ننتقل اللي بعد كده يا شباب تاني واعلموا صحبكم انا عاوزكم تعلموا صحبكم في الفصول ان مصابقة الكنجارو مش بس فيها اسئلة رياضيات عشان في ناس الناس بتخاف من الرياضيات مع أن الرياضيات هذي من المواد الممتعة. هل هذا السؤال له علاقة بالرياضيات؟ لا. 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 عن قوة الملاحظة. قوة الملاحظة. فأنتو علموا صحابكم. علموا صحابكم. قولوا له من الكنجر ومش بس الرياضيات. تنمي قدرات العقل الموهبة. فتعالوا كده ننتاقل للسؤال 19. هذا صعب بقى يا شباب. صعب. تعالوا بقى نركز فيك. ما في جيد صعب ألا أنا. لا. لا. انت واد فنان بقى. ايوة كده. اوعى تخلى حد يضحك عليك. اوعى حد يقولك إن مادة الرياضيات صعبة. يقول له الأول أنا بدرسها وأنا اللي أحكم. وحتى لو مين يا شباب. لو أحد يقولك ما تقوله لا أنا أجرب الحين. أجرب وأحكم بنفسي. اوعى تسمع رأي الناس. انت رجال وقوي ومتعلم. لازم قرارك من تفكيرك. تعالوا نشوف. سؤال 19. يمثل المخطط التالي. علاقات الصداقة بين كل من. أمل. وبسمة. وكاملية. وديمة. وإيمان. وفاتن. كم بنت دول يا شباب. واحد. اثنين. ثلاث. اربعة. خمسة. ستة. خمسة. خمسة ليه؟ في واحدة هنا مش عجبك. ماش. ستة. كل رقم على المخطط. هذا المخطط. يمثل احدى الفتيات. يعني مثلا. نفترض ان دي اسمها أمل. ودي مثلا. اسمها كاملية. ودي بسمة. كده يعني. طيب. وكل خط. كل خط. كل خط من دول. يمثل علاقة الصداقة بين فتاتين. يعني. البنت رقم واحد. لها كم صديقة يا شباب? اه. بس قولها خمسة. ها? خلاز. هي طلع هي طلع منها كم خط? خط واحد. يبقى. فيني يعمل خط واحد? ليه كده؟ اربعة. اربعة. يبقى واحد ده. ليه اربعة اصدقاء. طيب. مثلا. ناخد سؤال كمان. طيب واثنين. لها كم صديقة? اثنين لها ثلاثة. 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 خلاص كده. تمام؟ ساعلوا نشوف بقى. ركز. انا عاوزك بقى تركز. اذا كان لكل من كاملية وديمة. وفاة. ركز في الاسامة دي. كاملية. وديمة. وفاة اربع صديقات. انا لا لا لا. لو سمعت اسمع يزن. يا اخي. يا اخي اسمع يزن. لما يكون صديقك بتكلم لازم تسمعه وتحترمه. يا الله يا يزن. انا عاوز كاملية وديمة وفاة. ها. اي ارقام؟ اللي هو اثنين وثلاثة واربعة وخمسة. انتظر بقى. انت بدأت بوحدة اصرت علينا الطريق. اثنين ديه لها كم صديق؟ ثلاثة. خلاص يبقى. ينفع كاملية وديمة موفاة واحدة منهم تكون رقم اثنين. ايه الله تعالى. ها? اسمك لك? ركز. استنوا يا شباب بقى. يا شباب انتظروا عليها شوية. وانا عشان لوحدة يعني. وقال لي ايه? ركز العتابي? الارادي الارادي. تعالى تقول لي. يبقى زميلكم اللي قال ان رقم اثنين ده ممكن يكون كاملية وديمة وفاة خطأ. ليه? لان قالك كاملية وديمة وفاة لهم اربع اصدقاء. قل لي يا بطل انت بقى كاملية وديمة وفاة يصلحوا يكونوا كم? مين ومين واحد. واحد صح. انتظر بقى شوية. يا اخ انتظر الله. واحد فعلا لها اربع اصدقاء صح? وثلاسة لها كم صديق? واحد اثنين ساعة اربع الله. يبقى دي واحد وثلاسة. وعاوزين كمان بنتين. مين كمان يا بطل? اه خمسة. لا خمسة دي لها كم واحدة? اربعة اربعة. اربعة. واحد اثنين. تلاتة اربعة. ها. مين تاني يا شباب? اه خلاص كده اصدق. خلاص هم تلاتة. اه ايو ايو. كاملية وديمة وفاة. يبقى انت الوقت ركز معي. كاملية وديمة وفاة. واحد واحد وثلاثة واربعة. واحد وثلاثة واربعة. خلاص عرفنا ان دول كاملية وديمة وفاة. نكمل بقى السؤال. ثلاثة مو اربعة شوف. كاملية وديمة وفاة. ايوة مهوم. ثلاثة بس. صح كده? طيب احنا لنش اخترنا انهم اربعة. فينا اضرابة. لأ احنا قلنا واحد وثلاثة واربعة. لهم. كل واحدة لها اربع صديقات. يعني البنت اللي هي رقمها واحد لها اربع صديقات. والبنت اللي رقمها ثلاثة لها اربع صديقات. والبنت اللي رقمها اربعة لها اربع صديقات. كيف عرفنا ان لها اربع صديقات؟ لان طالع من عندها اربع خطوط. صح كده يا ممكن يكونوا كاميليا وديما وفاتن وكانت بسمة صديقة لكاميليا وديما فقط وكانت بسمة صديقة لكاميليا وديما فقط فنان ده بنشوف بقى السؤال جاي عامل ازاي مال رقم الذي يمثل فاتن اه اربع لا احنا اتفقنا ان الاربعة دي عندها اربع صديقات ليه ممكن تكون كاميليا وديما وفات اه انتظر بقى انتظر بقى تعالوا نحلها واحدة واحدة مين عاوز يتكلم الاول انا فاتن اقول يا فاهد اقول يا فاهد اقول يا فاهد انتظر بما ساعدك الاول يا فاهد احنا معانا واحد وثلاثة واربعة دول الثلاثة اصدقاء كاميليا وديما وفاتن عاوزنا نعرف مين فيهم فاتن يا اما فاتن يا اما فاتن تكون واحد او تكون ثلاثة او تكون اربعة تمام كده يا شباب طب وعرفنا كمان ان بسمة صديقة لكاميليا وديما تمام خلي بالك يعني كاميليا وديما لهم صديقة مشتركة لا خليه هو ليتكلم اه اقول يا بطل يلا مين فيهم فاتن من يا حبيب لا 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 انتظر بس هو في شيء غيب عنه فاتن يا اما تكون واحد او ثلاثة او اربعة دي فاتن اللي احنا عاوزين اللي ايه بقى ما انت حتقول لي ثلاثة حتقول لي ليه عرفتي كيف اه لما استاذ جاء له بس فرص صديقة لكاميليا وديما اه شو اسمه الخمدي وديما هم الثلاثة اللي عندهم اربع صديقات ايوه او بس بس كانت اه هي الخامسة اه معناتها ثلاثة هي الوحيدة اللي عندها اربع صديقات ولكن اه بطل في صديقتها تعي تمام بس انا حساعدتك برضو بكلمة يا شباب في صديقة مشتركة لرقمين هنا ها سهل كمان بسمة 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 انتظر بس يا اخ بسمة مشتركة لرقمين هنا ها بسمة الثلاثة والاثنين الثلاثة والاثنين الله انتظر لا الورد اسمعوه اسمعوه ممكن يكون صح فعلا فعلا اتنين دي اتنين دي صديقة لتلاتة واحد فعلا لكن ركز كده في السؤال قالك ايه وكانت بسمة صديقة الكاميليا ودي ما فقط لو دي بسمة زمانت بتقول كده بسمة لها كم صديقة احنا عاوزين لها تنبس عاوزين لها تنبس من هنا البنت اللي لها صدق تنبس خمسة الله عليك خمسة خمسة يعني دي بسمة يعني خمسة دي مين خمسة خمسة هي بسمة الله عليك واحد كاميليا وديما معناها ايوا واحد واربعة واحد واربعة اه الله بصوا بقى يا شباب تعالوا بقى نقولها واسمعوني بوضوح قالك وكانت بسمة صديقة الكاميليا ودي ما فقط يعني بسمة لها صديقتين من هنا الرقم الوحيد اللي له صديقتين خمسة خمسة بسمة اه اسمعوني أنا اللي هتكلم بقى لا اسمعني عشان أنا اللي هتكلم يبقى قالك في بسمة دي لها صديقتين فقط الرقم الوحيد اللي له صديقتين هو الرقم خمسة له الصديق واحد والصديقة اربعة طيب من اصدقائه قالك كاميليا وديمة يعني واحد كاميليا واربعة ديمة يبقى من فاتن من فاتن ثلاثة ثلاثة يبقى فاتن هي الرقم ثلاثة ننظر نشوف الاجابات اللي هي يا شباب ثلاثة طيب اسمعوني يا شباب كده خلوني بس اركز في اللي انه كنت قبتلكوا علي اهو في رجال في السجن ركز بقى معي تمام في رجال في السجن اهو تعالوا نقرأ تلاتاشر تاني تقابل الأخوان هابيل وقابيل هابيل دائما يقول الصدق بينما قبيل يجذب دائما افتكرتوا المسألة دي ولا لسه ها افتكرتوا طيب في رجال في السجن وعاوز يهرب وفعلا بدأ في الهروب وحفر نفج تحت الأرض وهرب من السجن وحفر النفج ففي آخر النفج لقى غرفة لا جاء غرفة عليها بابين عليها بابين تمام فيهم باب هيخرجوا بره السجن البابين واجف عليهم حارسين تمام كده في حارس يقول الصدق دايما وحارس يجذب دايما لغاية كده مفهوم مفهومة تاني تاني الحين الرجال عاوز يهرب من السجن راح وصل لغرفة الغرفة دي فيها بابين فيهم باب واحد يخرج بره السجن والباب التاني يرجعوا السجن البابين عليهم حارسين حارس يقول الصدق دايما والحارس الآخر يقول الكذب دايما وهذا الرجال اللي بيهرب له ليه سؤال واحد يسأله عشان يقدر يخرج بره السجن سؤال واحد يسأله هو ايه السؤال فهمتوني ولا لسه ايه سؤال انتظر انتظر لا مش عاوز الحين انا مش عاوزه الحين هذا كأنه واجب يظل معنا للأسبوع الجاة هقولها تاني طيب ما انا حاولت انا هو هقولها تاني فيه رجال بيحاول يهرب من السجن وفحر نفج النفج هذا وصله لغرفة الغرفة لها بابين باب يطلعوا بره السجن في الشارع وباب يرزجعوا جوه السجن والبابين عليهم حارسين حارس صادق دايما وحارس كذاب وعنده سؤال واحد فقط يسأله لأي حارس من الحارسين هو سؤال واحد ايه هو السؤال اللي يخليه يعرف الباب اللي يطلعوا بره خلاه لالسبوع الجاي خلاه لالسبوع الجاي تمام كده يا شباب تمام يلا في حفظ الله يا شباب ها تحبدي عنده اي سؤال بكرة بكرة يا اخي يا اخي بكرة مش تقول بكرة خلاص يا شباب السؤال ده هنقول له امتى بكرة يلا الله عليك بكرة يا شباب الساعة ستة ستة ماشي يا شباب اه ستة المغرب خلاص كده يا شباب تمام حفظ الله حفظ الله حفظ الله